قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم فإن الجزاء من جنس العمل قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وقال الحسن البصري رحمه الله أفضل أخلاق المؤمن العفو فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس وترك الخروج لمجازات الإساءة إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع أنه سبب مهم لتحصيل التقوى قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات وقد قال بعض البلغاء ما ذب عن الأعراب كالصفح والإعراب أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه قال تعالى وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم